اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ارتي ميكر ومعكم محمد مومي كنا كلمنا قبل كده عن الترزات الستايل وكنت كلمت الحلقة اللي فاتت مباشرة وكلمنا عن الستايلات بشكل مجمل سريعي وكانت يعني الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نجمع شوية معلمات كويسة عنهم وفصلنا ان المشكلة للستايلات يعني عبارة عن استايلين اتنين فقط لا غير اللي هما كلاسيك والمودرن فقط لا غير لأ في استايلات كتير جدا وقدمنا منها استايلين زيادة وكنا مقدرين ملحقناش نتكلم عن الستايل اللي ما يسمى بنيو كلاسيك بعض الناس يسميه نيو كلاسيك بعض الناس تناوية كنتامبروري بعض الناس ارتديكون فمساميات دي كلها مش هتهمني اكتر من هو مضمونة هي مضمونة ايه؟ طيب قبل ما ندخل في موضوعنا هنتكلم عن ايه هو التراز او ايه هو الستايل الستايل يا جماعة والتراز المعماري ده حكاية حكاية بيحكيها كل امة وكل حضارة بتحكيها وتظهر على العمارة بتاعتهم ازاي؟ دايما كل حضارة زي مثلا الحضارة الفرعونية هتلاقيها بينة جدا على الجدريات بتاعتهم على المعابد بتاعتهم في تمثلها حتى الشكل الخارجي المعابد يعني سواء التصميم الداخلي بتاعها او الخارجي بيحكي عن الحضارة برضو الرومان لما بدأوا يهتموا او بالمرأة فهتلاقي اغلب التمثيل بتاعتهم تتكلم عن مرأة وجمالها وجسدها فبدأ يظهر على الحضارة بتاعتهم برضو هتلاقي لو انت سافرت روما هتلاقي اغلب الاشكال الفنية بتاعتهم كلها بتتكلم عن حياة في فترة معينة كلها يعني اجساد عريانة وحاجات مثيلة زي كده وده مش مجرد برضو تمثيل هي بتحكي الحضارة تاعتها فهنقدر نميز ده ازاي؟ هنقول ان التراز او الستايل خلاصة هو حكاية حضارة حكاية حضارة انا سميها كده حكاية حضارة فاللي بيميز ما بين الحضارة والاخرى هي العمارة بتاعتها والتراز بتاعها يعني رومان برضو لما نرجع برضو موضوع الرومان ده ظهر فيه الاعميدة بشدة يعني الاعميدة بشدة في زعمود السواري فكل حضارة ارجع قللكم كده كل حضارة تتكلم عن نفسها في العمارة بتاعتهم طيب ندخل في موضوعنا وهو الستايل النيو كلاسيك او الكنتامبروري او او ما يسمى بكل اسماء اللي احنا قلناها قبل كده طيب هو ده برضو نتاج لحضارة وقتها او حكبة الزمنية اللي مرت بها التوقيت ده اللي هو هو باختصار عايز يبرز فخامة كلاسيك يبرز تفاصيله وديتيلز بتاعتها بشكل واضح وجميل وفي نفس الوقت عايز يكتسب من الحضارة الوقتية بتاعتنا الحداثة بتاعتها المودرن يعني فيعمل ايه فطلع علينا الستايل ده الستايل ده يا جماعة فخم جدا جميل جدا ولازم نتفك على النقطة وانه انه انه موضة دلوقت بالمناسبة انا مش حابب اتكلم بشكل بروتوكول وزي ما قلت بكده فورمال اوي انا اتكلم بمصطلحات انجلش كتير في المجال عشان خطر يبقى الكل سمعني وكل فاهمني ومش مجرد انه باطلع عشان خطر يعني زي ما بيقوله كده فرد عضلات او اباين انا فاهم او 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 انا بحاول ابسط على قد ما اقدر واكلم كل الناس بحيث ان المتفرج ومشاهد يبقى مش حسن المادة تقيلة لان الفنون بجميع اشكالها وانوعها هي فعلا المادة مش يتقبلها حد بسرعة فالاسلوب بحاول ابسطه بشكل قوي جدا عشان يبقى واصل الجميع جميل طيب مبدئين زي ما قلت ان نيو كلاسيك هو فاشن دلوقت ليتت فاشن ناو يعني انه هو الموضة الحالية بقالها دلوقتي تمان سنين داخلها في عشر سنين زهرة اول لكن هي زهرة من يعني هي ابتدت من الستينات الخمسينات نادر نقول كده طيب نبدأ نتكلم ان نيو كلاسيك هو ميكسنج ما بين زي ما قلت التراز الكلاسيكي و التراز المادر طيب احنا قلت برضو قبل كده ان الكلاسيكي مش واحد الكلاسيكي مش واحد الكلاسيكي في منه فرانساوي في منه ريفي في منه انجليزي في منه كذا حاجة مش حاجة واحدة ان شاء الله هنتكلم برضو على نحدد حلقة قبلها ان شاء الله الكلاسيكي و انواعه و نجيب له برضو فضياته ان شاء الله يعني هتبقى حاجة مبسطة و هتبقى حاجة سهلة طيب يتطفق الكونتامبرو دوت مع الكلاسيكي في المساحة يعني مش اي مساحة عفوه يتطفق معه في نفس المساحة يعني ما نفعش تجي في مساحة صغيرة وتقول انا هعمل التصميم ده او الستايل ده ممنوع عليك ليه؟ عشان هو فيه تفاصيل فيه تفاصيل تفاصيل الكتيرة دي بتبان وحشة قوي و في المساحات الصغيرة فانتطفق برضو عن النقطة التانية دي انه لا يعليك غير بالمساحات الكبيرة طيب دي حاجة الحاجة التانية مكلف جدا هو مكلف جدا من اغلى اسعار الامطار جواه طيب نقطة مهمة قبل ما نتعمك في الموضوع انا بحذر اي حد يعمل الستايل ده جدون ديزاينر ليه؟ ليه؟ أولا عملية الميكسنج دي بالنسبة للدكاترا هيفاموها عملية جراحية خطيرة الغلطة فيها بتظهر جدا وبتأثر على الشكل الكلي في النهاية حقيقة او حقيقة الستايل ده من الستايلات المؤلمة جدا في الخطأ لان الكنتامبوري او النيو كلاسيك ميكسنج فالميكس دا مش باي حد يعفي يجيب حتة من هنا وحتة من هنا يحطها وشكرا لا ده الموضوع في كل جزئية وانا هوضح لك ده في كل جزئية هتلاقي مقسون الصين كل عنصر تقريبا هنتكلم عنه دلوقتي هتلاقي بينقسم لجزئين بيتجيب من هنا كلاسيك وتروح عامل عليه مواضر فالربط ما بينهم مش بسهل ابدا لان الربط ما بينهم بيبقى بخامة material بالكالر بلون بموتيفي باكسيسوريز يعني باكسيسورات معينة من نفس التراث ده او التراث ده يعني انت بيجيب حاجة من التراث ده من التراث ده حاجة من الستايل ده وحاجة من الستايل ده ومش عشوائي انا باكرر مش عشوائي ده فن رجعنا لكم تاني ارتي ميكر انا قررت اول فيديو بيزهر لكم مش كنتامبروري ده لويس الخامس عشر ده الفرنسي ده الفرنساوي اللي انا عن نفسي انا بحبه وده لما بتعمل منه وعلى فكرة في بعض اللقطات اللي موجودة لحد خد باله هيلاقي ان فيه منه على نيو كلاسيك استخدام الالوان السريحة ازا الاسود واللي والتين كومود كانوا موجودين وهتلاقيه معا الاسود مع السيلفر طيب عشان ما نلغبطكمش خلينا ماشيين برضو واحدة واحدة ونتكلم عن يعني بوساطة طيب مبدئيا الفيديو ده هنطلع منه بحاجة تاني حاجة قلناه خلاص طيب الحاجة التانية ودي مهمة ان لما نيجي نختار ستايل وهتلاقوه في الفيديو كامل ان ما تختارش غير ستايل واحد فقط في المكان طيب هيختلف معايا كتير من الدزاينرس ولكن انا من وجهة نظري الشخصية ومن خبرتي في عملي لما عملنا وسمعنا كلام الكلينت وبدأنا نعمل حاجة غير حاجة في مكان واحد حتى لو فيلا منفصلة يعني دور ودور آآ والله مش هتطلع صح غير لو فصلنا تماما يعني بقت شائتين لكن في الدوبليكس في مكان واحد إنسان واحد بيتحرك جوه المكانين آآ انا ما حبزاش تماما انها كلها مربوطة ببعض كلها فلو انت قريدي خلاص اخترت ستايلين مع بعض في في نيو كلاسيك عامتا فانت قريدي خلاص انت اخترت ميكسنج ما بين اتنين بلاش بقى تقولي انا عايز هنا يعني مثلا الليبينج ده او حابب ان هو يبقى آآ مودرن فقط خلاص احنا مشينا كده طيب انا عالوكو حكاية في سطرين اتنين بس ركزوا معايا قوي الميكسنج دي ازاتونا بقى عرأي بوحة الميكسنج ما بين الترازين دول او الستايلين دول ببساطة احنا بناخد ما يميز قوي المودرن اللي هو ايه هنتكلم المعدن الازاز المعدن ده اللي هو حتى لو استخدمنا السيلفر ما هو ده يعتبر حجم معدني يعني حتى لو استخدمناه في طلاق نستخدم المعدن او السيلفر او ما يشبهه زي الداه برضو بس المط منه اللي هو المعدني اللي هو انا تحسنه نحاسي و اه اه الكريستال زيه الوان سابتة واضحة صريحة نفهاش نقوش اه مشة قطيفة برضو صريحة مستقيمة حاجة سموز ما فهاش اه لعب طيب ده احنا كده اخترنا المودن هنخلطه بقى مع العناصر والايتمز اللي موجودة معانا كلاسيكية ليه بيتميز بيه الكلاسيكي الكلاسيك بيتميز رقم واحد انا بالنسبالي مقدرش اتصور كلاسيك والنيو كلاسيك بدون بانوهات الحوائط بانوه لازم فيها بانوه يعني بيبقى كبير حتين يعني هنشرحها برضو دلوقت المهم هيبقى موجودة طيب اعمدة لازم تبقى موجودة طيب التفاصيل زي القايم زي الكرانيش نتكلم بالمفهوم العادي الكرانيش اه اه نقف لحدين ومسيلاك الحاجات دي لما بنمزجها ببعض بنخلطها ببعض بنعمل عجينا منها هو ده اللي بيطلع لنا منوكلاسيك يعني سي خلينا ففته بيبقى القايمة بتاعته زهرة وبتبقى حاجة فخمة كده وفيها تفاصيل بنوح واخدين كل ده دهنين بقى كل ما ظهر منه بالخشب مثلا هيبقى باللون اللي قلناها ابيض هيبقى لون مثلا سيلفر اللي هيبقى مذهب اللي هو المط مثيلة تبقى من حاجاتها المودرن وبعد كده نجي برضو على القماش القماش بيبقى نفس التفصيلة بتاعت الكلاسيك ولكن يبدأ ياخد لون صريح كحلي مع السيلفر بيبقى جنان موف الدارك منه مع برضو السيلفر جنان مش هنخشف برضو في امثلة كتير ده المثال برضو القماش بتاعتها بتبقى مفاش نقوش قطيفة بس مثل بقى على المثال اللي قلت لك ده كل الموجود يعني ارجع اقولك في سطر واحي بناخد ما يميز من الستايل ده وبنخلطه ما بالستايل ده بس هنا بقى اللي ممكن يقع فيها اللي مش فاهم ازاي ما يكسر ايه اللي بنخلطه على مينه؟ يعني منجيب ايه الاساسي وايه اللي بنعمل به؟ هقولك الاساسي كلاسيك اساسي الكلاسيك حوايط بنوهات كذا 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 الارضياط كذا نبدأ الاسقف ونعمل منها كل ده الاساسيات بتاعتها الايمات الكرانيش كل ده يبقى كلاسيك هتكدنا راح جايين عليه وحعملين كل ما يخص المودل طيب زي ما قلت لكم من اللي احنا العرضنا للمرة اللي فاتت ده كان الفيديو لويس 15 ده برضو اسمه ستايل لويسي من الستايلات الفرنسية دلوقتي هنفرج على الفيديو لقم اتنين وهو اوضح لكم برضو بعدو نبدأ ندخل في التفاصيل اكتر للستايل النيو كلاسيك سأزمكم جماعة اوضح لنا كده الفيديو رقم اتنين ستايل طحفة بصراحة انا من عشاكم بصراحة طيب الستايل ده ده ما قلت لكم لتفاصيل معينة هنبدأ اا اوكي هنبدأ بالاسقف الاسقف بتاعتها مفيش مشكلة تبقى جيبسن برضا مفيش مشكلة فيها اسبطات فيها اسبطات باوردو اوكي داونلايت طيب طبتات داونلايت ممكن منها يبقى فيه أبلايت يعني جاية من الارض اه ده في الاماكن بقى الكبيرة الواسعة مطاعم الكبيرة الفاخمة الكلاسيكية اللي على النيو كلاسيك بتبقى ممكن نعملها أبلايت والواجهات بتاعتها طيب السقف مفيش أشكال كتيرة يحبس مفيش أشكال كتيرة يعني بيبقى الشكل بيبقى فلات شكلين بيبقى أبيض كله مفيش هلا مثلا كنار واحد بالسيرفر بيدها بالمط او الكلام دا بس يعني ميبقاش فيه زحمة حتى لو السقف كبير ما احنا عارفين انه هو الستايل دا بيحب المساحات الواسعة بيحب الارتفاعات الكويسة اوكي دا تمام بس برضو هو الستايل دا بيتميز بكده ولازم نحترم لحيط دي شوية يعني هو مش عشان جميل فنروح مزودين تفاصيله أكتر ما هو أصلا جواه ديتلز كتير فاحنا مش عايزين نيبقى الشكل يطلع منينا اوفر طيب السقف زي ما قلنا ابيض كنار واحد كنارين حاجة كده ايه هادية شيك الزخرافة بتاعة الكنار دا اللي هو البيوتك دا بيبقى بيتلون بألوان اللي احنا قلناها اللي الخاصة بالمودرن تمام؟ بتبقى برضو زخرافة كلاسيكية بتبقى لازم تبقى كلاسيكية طيب دا اللصقف بتاعته نخش على الحواد الحواد دا بقى هي الحدوتة كلها طيب بتبقى على شكلين انا عايز النيو كلاسيك على الانجليزي ولا النيو كلاسيك على الفرنساوي دا غالبا عشان اللي يسافر لندن او يسافر باريس هيفهم هناك القوتلات هناك ماشية ازاي بيبقى نص بانوهات تحت بس كده بيبقى تلت كمان والتلتين فوق بيبقى عبارة عن والبيبر والبيبر برضو زخرافة بتاعته كلاسيكية تمام؟ بيبقى يا اما كده يا اما بيبقى بانوه فوق وبانوه تحت او بانوه واحد كبير جدا هنشوف ان شاء الله الفيديو جاي هنشوف فيه الحكاية دي طيب دا ما يخص ببانوهات طيب الاعمدة مش مش شكل اساسي يعني يبقى موجود اوكي مش موجود برضو اوكي مش شكل اساسي قوي يعني طيب الالوان طبعا هنروح على المودر هنجري على المودر نختار منه الالوان جميل؟ طيب الوول بيبر الوول بيبر يا جماعة هو السائد في الموضوع ده ياما بنعمله سادة الوان سادة وده عادي جدا او بنحط ايه؟ وول بيبر جوه البانون جوه البانون تمام؟ طيب طبعا احنا قلنا الوان صريحة عشان هي مودرن في حاجة مهمة جدا اللي هو لو احنا عايزين نعمل نقشة طب انا هعمل ده بس هعمل البطنيات بتاعت البانوه هيبقى هنعمل مثلا يعني شكل يعني جوه بالدهان بالدهان يبقى لأ اختار وول بيبقى احسن طب انا عايز دهان وعجبني دهان يبقى فلفت نوعية معينة اسمها فلفت بتبقى خامتة حسنية عاملة زي القطيفة كده هي دي تليها وبرده ليون صريح لو فيه تشبيحة بسيطة يحق كده بسيط اوكي لكن مش نقشة مش نقشة طيب الاضاءة اضاءة زي ما قلنا اسبوتات مفيش مشكلة منها طيب اي دلاية نازلة من فوق ما تبقاش مودر يعني بتبقى اه نجف بيبقى عالمودر كريستالات كتيرة اه معدن بتاعه يا اما زي ما قلنا المودهم او النحاسي الشكل مودر اه مش مودر هو فيه منه ستايل نيو كلاسيك يعني بتشوفه كأنه كلاسيك بس على الشكل مودر يعني هو شكله الاساسي بتاعه كده لكن هو يعني كلاسيكي لكن هو الاستانلس فيه كتير والكريستال فيه كتير فطبعا ده ينفعنا في الايه في الستايل بتاعنا تمام اللي قباليك اوكي باورده على نفس الستايل اه كرام ده اوكي اه الشابوهات اللي هي القصودية الابجرات بيبقى بارده اه النيو كلاسيك ارضيات يا جماعة الارضيات يا جماعة دازم تبقى رخام او برسلين او سراميك واتيبر انت تختار الخامة لكن على شكل ياخد نفسي شكل الايه الرخام اقرر رخام او برسلين بنقشة رخام او سراميك بنقشة رخام او ما يحبس السراميك خلص عشان بيبقى باين جدا يعني لانه اصلا الخامة الاستايل ده غني الفاليو بتاعها عالي جدا فما ينفعش ان انت تروح جاي جاي بسراميك فيحبس ده اما برسلين كويس جدا والنقشة بتاعه نقشة رخام طيب التابلوهات بيميز بالتابلوهات الاستايل ده لازم فيه تابلوه في الارض تابلوه في الارض يقع ما وترجت بيبقى رخامي بيجي جاهز وده مكلف جدا او بيجي جاهز برضو من البرسلين او السراميك لازم تختار حاجة تمشي على الستايل اللي احنا اخترناه طيب تمام السيتاب بتاعته طبعا بدون النقش بس هتبقى فيها مثلا من غير تطريز يعني ااسف من غير نقوش اللي هي التطريزية الزهرة اللي هي بتاعت الكلاسيكية لا بتبقى سادة او فيها كريستالات بسيطة ودي برضو فاشن شوية دي بقى اوكي خلاص عشان هما بيقولولي خلاص كده الوقت الفرش الفرنوتشو بتاعه زي ما قلت في بداية الحلقة يا جماعة بيبقى الخشب ظاهر وفيه قيمات كويسة وفي تفاصيلها حلوة وفيها كل حاجة جميلة تمام كلاسيكية نيجي ناخد القماش بتاعه عن نعمله ايه نعمله بي اه بالمودر الديهان بتاع الخشب بتاعه مودر ويمش على كده على كل اجزاء معايا فبناخد نفس الكلاسيكي ونروح ايه متعامينه ومكملينه متعامينه بالايه بالمودل ده بالزبط وباختصار الستايل النيو كلاسيك هخليكم تشوفوا فيديو دهات سريع ان شاء الله بعض الفيديوهات مع بعض هبينلكم التفاصيل بتاعكم طيب حاجة اخيرة هل انا ممكن اعمل متب بتاعي نيو كلاسيك اه ينفع فعلا فعلا بس بيحتاج مساحة كبيرة بتحتاج شكل معين سقف مرتفع شويتين وبنفس التفاصيل الموجودة هتشوفوا برضو الوقت المكتب معمول على الستايل النيو كلاسيك او الكنتامبروري برضو بشكل هادي وشكله جميل ومش هادي هو جميل ولكن بنفس الفخامة الموجودة في الكلاسيك انا هختم معاكم واسبكم معا الفيديو الاخير ده واشوفكم ان شاء الله يوم الاتنين الجاي في نفس المعاد واتمنى يكون افتكم ويكون بسط الموضوع الاستايلات ده بشكل كويس يفهموا جميع واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة